قال وزير الخارجية السعودية عادل لجبير إن بلاده لا تستبعد السعي لامتلاك قنبلة نووية في حال حصلت إيران عليها وحذر لجبير في تصريح لوكالة رويترز من استغلال إيران لمواردها الإضافية بعد رفع العقوبات عنها لتمويل أنشطة معادية كما قال هذا يتوقف على إلى أين ستتوجه هذه الأموال إذا كانت ستذهب لدعم الأنشطة الشريرة للنظام الإيراني فسيكون هذا سلبيا وسيؤدي إلى انتكاسه أما إذا اتجهوا نحو تحسين مستوى معيشة الشعب الإيراني فسيكون هذا محل ترحيب